واحد بقى من الاسماء اللي اشتغلت مع امام عشور مكتشف امام عشور او واحد من مكتشفي امام عشور هو الكابتن اهاب جنيم مدارب امام عشور في نشئين فريق غزل المحلة اه كابتن اهاب مشرف ومنور حبيب يا كابتن كريم دائما منور الشاشة كده حبيب سعادة بتواجدك معنا واكيد انت كمان سعيد بالمستوى اللي بيقدمه امام عشور اه لو سعيد والله حاجة ما شاء الله حاجة جميلة والاجمل اللي انت حضك برضو صلطت الضوء عليه ده حاجة جميلة والله يستحق طبعا بكل تأكيد طيب امام عشور انت تعاملت معاه ازاي اكتشفته ازاي في الاول ازاي انضم الخزل المحلة انا عارف ان انت عندك تفاصيل يعني لا الحقيقة الكابتن عمر عبدالله كان موسط وقت قطاع البراعم عندنا في غزل المحلة تمام هاي فامام كان جاي يوم مع اقوه محمد عشور كان لقى عندنا موريد واحد سعيد هم فالولد جي يوم ومعادش جيه خالص ده محمد عشور ايوه اه ده امام اه جي يوم بس في البراعم ومعادش جيه تاني خالص اه فالكابتن عمر عبدالله قال لي امام عشور قال لي السمبلوين ده اهلية تابعة هم فانت ما تدخل النادي تاني اللي ما تجيبهو لي لان الولد كان ظهر بموهبة كبيرة هو في الصغر يعني تمام فكان والده رافض خالص انه هو اه ييجي بس للمحلة لسبب لان اخوه كان مصاب في الصابق كده ومحط السهل عليه في النادي فكان زعلان يعني باضي اه وكان عايز هو ازيل كهيرة بصراحة اه فانا خدت الاستمرارات اه ورحتي للسمبلوين وده كان اللعب الوحيد اللي في الطاعة المشيئين بضى في السمبلوين في بيته ملتزم بقى هو هو من حصل حفظي برضو وحفظه انه هو حتى في الفريق الاول لما اجي لعف كنت انا مدرب مساعد مع كابت القرى محجوب مم في الفريق الاول ونعب معايا في الفريق الاول انا موجود برضو مع كابت القرى محجوب يعني كابتر ايهاب انت كنت متوقع هذا او هذه المسيرة لامام عشور في مشواره القروي احنا لسه بنتكلم على مسيرة كثيرة وصغيرة ولكن فيها خطوات عظيمة جدا سواء مع نادي الزمالك سواء مع منطقة مصر سواء مع الاحتراف الاوروبي كنت متوقع له منه هو صغير هذه المسيرة نشوفها كثم تديم فيه 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 لعيب يبقى لعيب عادي ولعيب انما ده مبدع يعني هو عنده موهبة من الصغر يعني هو مشكلة الولد ان هو من الصغر كده عنده موهبة موهبة كبيرة كان كله متوقع له ان هو ان شاء الله هي بقى حاجة صحيصة لان هو يعمل حاجات فرقة للعادة الصراحة يعني دول عمره كده على فكرة كان عرفت ان هو كان ليه مدخلة بينك وبينه في نهايك او قبل نهايك الامر الافريقية الماضية اه والله والله كانت مفاجأة ليها كابتن كريم والله اه اي بقى اللي حصل بصراحة انا قبل المباراة النهائية اليومين اللي هيت اللي بيتلوبني كان اه في المنطقة بيلعب النهائي مع كنغال اه قال للرجل عايز الاعيدني باك رايت اه وانت جيت لي في المنام النهاردة سبحان الله كده قال لي كده انت جيت لي في المنام قلت لازم اكلمك عزيم قلت له ان شاء الله يلعب وانت هتبدع فيها وان شاء الله تعمل مباراة قليصة فانت مفاجأة ليه قوي ان هو يطلب يقال انت جيت لي في المنام فولت نجد اكلمك الوقت حان وفي البطولة يعني وقتها عمل مباراة كبيرة بصراحة يعني ان شاء الله كان كويس جدا في مباراة صحيح طيب امام عشور انا كنت بتكلم من شوية كابتن ايهاب وانت راجل اكيد عندك علم وعندك خبرة في هذا الامر اكثر من الجميع يعني الفكرة انه امام مفيش خلاف على موهبته ومستواه الفني الرائع لكن اللعب في اوروبا لهم متطلبات اخرى بجانب المهارات والامكانيات الفردية وهي العقلية انك ازاي تقدر تتعامل مع اجواء مختلفة تتعامل مع اللغة المختلفة تقدر تحافز على نفسك وامورك البدنية بشكل كويس تتوقع امام عشور هيقدر يعمل ده كويس خلال تجربة الاوروبية عشان نضمن ان شاء الله انها تستمر بصراحة هو لو انت لاحست كافة كريم لو انت لاحست الولد كان بادئ اه العقلية بتاعته كان كافة نتكلم بصراحة ما بذلتش في مدد الزمالة صح بعد قطرة صلاة تحس ان هو بقى حاجة تانية في نضوج في نضوج صح والنضوج ده يعني ايه هيكتمل وهيبقى حاجة كويسة هناك لانهم هينموا في اوروبا كمان صحية صحية فانا متوقع ان هو ان شاء الله مش يرجع تاني مش هيرجع تاني ياريت يا ريت يا كابتن يهاب كابتن يهاب غنيم مدارب امام عشور في ناشئين غزة المحلة شكرا جزيح لهذه المداخلة ياريت ياريت ان شاء الله باذن الله يكمل بشكل رائح